أهلاً وسهلاً من كل أهلوية اللي بيبدأوا معنا حلقة النهاردة من السادسة تحية كبيرة جداً جداً لحضراتكم عجبني نمر واحد طبعاً عشان نعرف الكلام على إيه في حلقة النهاردة عجبني الحالة اللي موجودة على صفحات السوشال ميديا الأهلوية بجد لأنه فيه أهلوية مش بجد صفحات الأهلوية والردود الأفعال والتفاعل من جماهير النادي الأهلي وده يمكن حصل بسبب البداية الجيدة جداً اللي بدأها الأهلي في مشواره في بطولة أفريقيا ابتدنا نرتب صفوفنا مرة تانية ابتدنا نستوعب الهجمة الشرسة اللي كانت على كل تفصيلة كبيرة كانت أو صغيرة في بداية أو قبل المسم ما يبدأ فعلاً في الفترة الأخيرة والناس كلها النهاردة بتقول كل اللي فات مات ومن النهاردة إحنا في ظهر فرقتنا وأعتقد من البداية اللي قدمها الأهلي قدام التحدي المنستيري يعني ده واحد من مكاسبها يمكن ما كناش حسين كلمنا على مكاسبها مبارح النتيجة الرسالة العرض الاطمئنان الثقة ظهور الصفقات الجديدة مستير كولر والدفع المعنوية كل دي مكاسب لكن المكاسب الحقيقة من المكاسب اللي ما تكلمتش عليه مبارح هو فكرة أنه في حالة توحد مرة تانية جمعين نادي الأهلي وقفة في ظهر فرقيتها إن شاء الله لغاية لما نوصل المطش الأهم أعتقد فيه بداية الموسم اللي هيكون السوبر اللي هيجمع بين الأهلي والزمالك فيه أبو ظبي واللي بالفعل نفذت التذاكر يعني اللقاء نتمنى الحقيقة أنه يظهر بصورة وبشكل مشرف للكرة المصرية رغم أننا الحقيقة عندي قناعة تامة عندي قناعة تامة أنه لا يجوز ولا يصح مع كامل الاحترام للجميع الحقيقة أنه يتحط كيان على المستوى العربي أو المستوى الإفريقي في مقارنة مع اسم النادي الأهلي بقى شكل من الأشكال وده مش وجهة نظر دي حاجات مبنية على قواعد ومبنية على أصول ومبنية على حقيق ومبنية على أرقام وأنا جايبها لكم بالورقة والألم عشان أنا بحب في الحاجات دي أتكلم معاكم بالورقة والألم في ناس كتير قوي بتحب تحط نفسها في مقارنة مع النادي الأهلي وكأن في تقارب في المستويات وكأن في تقارب في الإمكانات وكأن في تقارب في الإنجازات والبطولات وبشوف ده إنه ملوش منطق وملوش سبب مقنع أو طبيعي أو موضوعي إلا إنه بس ممكن يكون يعني استفزاز مثلا لجماهير النادي الأهلي محاولة إثبات ما لا يمكن إثباته في ملاعب الكرة وبالتالي إيه المانع أن إحنا ننقش يعني جماهير النادي الأهلي لكن تعالوا النهاردة نتكلم بالورقة والألم زي ما قلت لحضراتكم فقرتنا نقولها في الحلقة هنتكلم بالتفصيل يعني إيه قيمة تي شيرت النادي الأهلي فنيا واختصاديا